شارك وزير الخارجية سمح شكري في منتدى الدول الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ برئاسة غانا وذلك على همشي الاجتماع التحضيري بكنشاسة لمؤتمر كوب 27 وخلال كلمته صلط شكري الضوء على الأطراف الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ والتحديات التي تواجهها للتعامل مع تلك التداعيات على رغم من كونها لم تسهم في الأسباب التي أدت إلى التحدي العالمي الحالي المرتبط بتغير المناخ وأكد وزير الخارجية على ضرورة تجديد المساهمات المحددة وطنياً لتعزيز خطة عمل التخفيف من أثار المناخ خلال مؤتمر كوب 27 والوفاء بالتعهدات التي تم مضاعفتها خلال مؤتمر جلاسكو لتحقيق تقدم بشأن الهدف العالمي للتكيف ترجمة نانسي قنقر